اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية الهدفة إلى خلق مجتمع رقمي آمن في دولة الإمارات وتعزيز هوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هدف وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يرافقه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبحضور عدد من معالي الوزراء اطلاق ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية والذي يؤطر مجموعة القيم والسلوكيات للمواطنة الرقمية الإيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في عشرة بنود يتعاهد بها مستخدمو الانترنت في الدولة في إطار بناء المهارات الرقمية والالتزام بالسلوكيات الإيجابية لضمان المشاركة بمسؤولية ووعي في العالم الرقمية